هذا وقد دعى الرئيس السيسي جموع المواطنين إلى مواصلة بناء الوطن بالتعاون والترحم والتكاتف وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن نستلهم من هذا الشهر الكريم روح الإخلاص فإننا نأمل في بزل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشئ والشباب وذلك لإدراك مخاطر فكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى وفي هذا السياق فإنني أدعوكم جميعاً لنوصل بقوة معاً بناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاس الدين وعظمته وسماحته وتأكيده على حتمية العمل الأدي والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم وهذه الليلة المباركة روح الإخلاص وحسن المراقبة لله عز وجل ترجمة نانسي قنقر